الأمر الآخر أن يبيت الإنسان النية الصالحة في الاستمرار بالعمل والطاعة والعبادة فالمسلم لا يجوز له أن يتعامل مع ربه جل وعلا تعاملاً موسمياً فقط ثم يهجر الجمع والجماعات و يهجر الصروات أو يتخلف عنها أو ينسى هذه العبادات التي أثبت هو أثبت في شهر رمضان أنه قادر على كثير من العبادات و قادر على أنه يمتنع عن كثير من المعاصي والمنكرات أثبت هذا عملياً و لذلك اللهم بارك صام ثلاثين يوماً إذن قادر على أن يصوم الإثنين والخميس والأيام البيض قرأ القرآن و ختمه مرات إذن هو قادر قادر على ختم القرآن في بقية الأيام و إنما كان هذا دافع عدم القراءة الكسل و وسوسة الشيطان قام الليل اللهم بارك إذن هو قادر على قيام الليل و لذلك ليس لعمل المسلم غاية دون الموت و هذه المواسم هي تعطينا نشاط و قوة حتى أن نستمر في العمل الصالح و لذلك أوصي أخواني و أخواتي بالاستمرار في العمل و شكر الله عز وجل و حمده على ما منى من هذا الموسم الكريم ترجمة نانسي قنقر